مدينة موسكوري حاضرة ولاية هجر لميسا استقبلت أمين الدولة بوزارة الإنتاج والتحول الزراعي حيث كان في استقباله حاكم ولاية هجر لميسا أحمد الخضر الفاضل إلى جانب أمدى مدينة موسكوري وسلطات الأمنية والأسكرية والشيوق التقليدين والحدف من المهمة متابعة ودقييم الحصيلة الزراعية لعام 2022 واعتماد خطة أمل للحملة القادمة للعام 2023 في بداية المناسبة رحب حاكم ولاية هجر لميسا أحمد الخضر الفاضل بالوفد الوزاري بقيادة أمين الدولة بوزارة الإنتاج الزراعي ومختلف المناديم مشيرا إلى أن قطاء الزراع أحد أهم القطاءات الحيوية لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي أمين الدولة بوزارة الإنتاج والتحول الزراعي أبكر رمضان أكد في قطابه أنه بالرغم من الآثار الضر للتغيرات المناقية أن الحكومة تسع عبر شركائها لتعزيز قدرات الإنتاج الزراعي وقال إن الحكومة اتقذت الترتيبات اللازمة للحملة الزراعية للعام 2023 والمساهمة في نمو الاقتصاد الوطني موسيقى موسيقى موسيقى